كيف تستفيد من الصيام استفادة كاملة في القضاء على جميع الأمراض؟ وما هي النصيحة النبوية التي ينبغي أن نعمل بها لشفاء أمراضنا؟ اليوم أيها الأحبة سنعيش مع نصيحة نبوية هي أساس الطب الوقائي حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الأحبة باختصار هناك نصيحة الكثير يغفل عنها اليوم وهي أساس الطب أساس الشفاء نصيحة نبوية رائعة جدا حبذة لو نبدأ بتطبيقها في هذا الشهر الكريم نحن الآن في شهر عظيم جدا شهر الشفاء شهر الرحمة شهر الأتق من النار فالصيام كله شفاء على فكرة ولكن حتى تستفيد من الصيام بشكل كبير طبق هذه النصيحة النبوية النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما ملأ بن آدم وعاء شرا من بطنه أسوأ وعاء تملأه هو البطن يجب أن تتخيل نفسك وأنت تملأ هذا البطن أن هناك شرا سيحدث بالفعل أمراضنا معظمها ناتج عن الطعام عن النظام الغذائي الخاطئ كثرة الدهون كثرة الطعام كثرة الشرب كثرة العصائر الصناعية كثرة الوجبات السريعة حتى الأكل الصحة إذا أكثرت منه يتحول إلى شر وإلى ضرر ما ملأ بن آدم وعاء شرا من بطنه تذكر هذا الدعاء وأنت تأكل في كل مرة تأكل فيها تذكر هذا الدعاء ما ملأ بن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه اليوم كل الأطباء ينصحون بالإقلال من الطعام لأن معظم الطعام الذي تأكله يذهب من دون فائدة فقد ترهق أجهزة جسدك حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه انظر إلى عظمة النبي هنا أيها الأحبة وهو يدلك على طريق الخير يقول لك لا تكثر من الطعام لأن فيه ضرر فكلما كان الطعام قليلا ومركزا تركز على الخضار الألياف الفاكهة التمر زيت الزيتون الأشياء التي فعلا تنعش الجسم ويحبها الجسد وبكميات قليلة تعيش عمر أطول كما يقول العلماء وهذه حقيقة علمية ليست نظرية معروف عند الأطباء اليوم أيها الأحبة وجامعة هارفرد قامت بدراسات كثيرة حول هذا الموضوع حتى الفئران عندما تقلل استهلاك السعرات الحرارية تعيش أعمار أطول لذلك الإنسان الذي يقلل كميات الطعام يعيش عمر أطول معروفة هذه قاعدة أو حقيقة طبية فإن كان لا محالة يعني إذا كان إنسان شره للطعام فوضع لنا قاعدة أيضا جميلة قال فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه لا يجوز أن تملأ المعدة بشكل كامل لأنك لا تستطيع أن تتنفس بسهولة بعدها فعلى الأكثر املأ ثلثي المعدة ثلث شراب وثلث طعام وترك ثلث لكي لا يضغط على الرئتين ويسبب لك مشاكل في التنفس هذا كحد أقصى للأسف بعض الناس يملأ المعدة كاملة لا يترك مجالا للشيء فتجد الوزن الزائد السمنة تجد أمراض المفاصل نتيجة الوزن الزائد تجد مشاكل في القلب نتيجة الوزن الزائد تجد أمراض كثيرة نتيجة الدهون تصلب الشرايين ومشاكل في القلب وغير ذلك تصل إلى الجلطة الدماغية والعياذ بالله فلذلك أخي الحبيب هنا ينبغي أن تضع ثقافة في حياتك للطعام لكي تعيش حياة هادئة مطمئنة بعيدا قدر مستطاعا الأمراض كلما جلست على الطعام والله أنا أفضل يعني أن نكتب هذا الحديث على ورقة يكتب ويوضع قريبا من مائدة الطعام ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه كلما تذكرت هذه القاعدة تجد نفسك أنك تحذر أن تملأ هذا البطن فمرة على مرة تجد نفسك تقل وإذا استمعت إلى حديث النبي وطبقته حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه تجد نفسك تقلل فهذا قاعدة مهمة جدا في الطب الوقائي هذا الحديث أخي الحبيب ويمكن أن نتذكر آية عظيمة الله يقول فيها وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إنه لا يحب المسرفين يعني الله لا يحب المسرفين فأنت إذا أكثرت من الطعام والشراب ثق تماما أنك خرجت خارج دائرة محبة الله سبحانه وتعالى وهذه مشكلة كبيرة نحن بحاجة لمحبة الله لأن الله إذا أحبك رزقك وفرج همك وحفظك من كل سوء وهيأ لك أسباب الخير فلذلك لا تخرج خارج دائرة محبة الله عز وجل الإسراف في الطعام والشراب كثرة الطعام والشراب لا يحبها الله انظر حتى يعني سبحان الله الله عز وجل يريد لنا الخير والنبي يريد لنا الخير والنبي طبق هذا هذا الأمر النبي لم يكن يعني كانت تمر عليه أسابيع وأشهر لا يأكل الطعام الدسم إلا قليلا كان طعامه التمر وأشياء بسيطة جدا أيها الأحبة لذلك أخي الكريم أرجو أن تتذكر هذا الحديث وتحفظه واليوم نحن في رمضان مناسبة أن تبدأ منذ هذه اللحظة بتطبيق هذه القاعدة أولا سيطول عمرك ستتخلص من كثير من المشاكل بالإضافة لعلاج الاكتئاب لأن الإنسان الذي يأكل الكثير من الدهون والسكريات يسبب له شيئا من الاكتئاب كما في دراسة ألمانية تحدثنا عنها من قبل فعندما تقلل الطعام للحد الأدنى تجد أنك أصبحت أكثر نشاطا وسعادة أيضا نسأل الله عز وجل أن يفرحنا بلقائه وأن يعيننا أن نقتدي بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق